الزوج لي حاجات كثيرة جدا الأخراض أول حاجة كلمة فنكحوا ما طاب لكم من النساء طيب النساء هنا الرجل معروف أن هذا الإنسان الزوج يعتريها المرض يعتريها الحيط يعتريها النفاس يعتريها الحمل لها أوضاع يعتريها المرض الرجل أين يذهب؟ الرجل يختلف عن المرأة ففي حاجة ما سيلا زوجه أم أن يذهب إلى الحرام وهذه مشكلة أكبر فإذن أين المشكلة؟ هل أني أنا خاطر في أسم المجتمع وأعصي الله سبحانه وتعالى الذي بقابل يوم ما وأروح للزنى وأروح للخمر وأروح للأشياء الأخرى أم أني أنا أتزوج بالحلال وأحل مشكلتي بالحلال وأحل مشكلة إنسانة أخرى يعني كل مرأة تحب أن تنجب وتعيش هناك وامر شرعية لكن هي من حقها ما رضيت بهذا الزواج أن تخلع نفسها وتطلب الطلاق يعني سمحي يعني يؤيد الطلاق من أجل أن يتزوج يعني يؤيد أبغض الحلال من أجل أن يتزوج الرجل وهو مش مفروض علينا يعني هذا سمح لي دكتور سيف يعني الوعي بالدين أو أننا تمترس وراء الدين نحطه ونندس تحت الدين ونفسر كل أخطائنا باسم الدين هذه بصراحة جريمة اجتماعية